بسم الله الرحمن الرحيم اهلا من الكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر اهلا وسهلا بحضراتكم نهاردة باذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة بتحدث بالنسبة للبطيخ الاحمر او الرجي او الحبحب زي ما تسميه سميه وارجو ان اتركز فيه الفيديو ده هوت او الموضوع ده هوت طبعا انا عامله فيديو وعمله كمان على المدونة لو عايز تنزل تشوفه ما فيش اي منع خالص فيه مدونة بنورامة زراعية والموضوع ده هوت انا والله تعبت فيه تعب جامد جدا 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 لان انا اصلا يعني جبته من على كذا موقع اجنابي وبعد كده ترجمته وبعد كده هو بين ايديك الان بكل سهولة ويسري يعني انت ما خسرتش حاجة وانا عارف برضو ان بكرة الصبح ممكن نتساءل نفس السؤال اللي احنا بنقوله فارجو يعني للعلم عشان اللي يتعلم حاجة يورسها للبعده يعني تمام هي ظاهرة بسموها ظاهرة القلب الاجوى في البطيخ تمام القلب الاجوى في البطيخ زي ما انت شايف في الصورة اللي قدام حضرتك دهيا او فيه فراغ داخلي فيه اللحم اللي جوه داخل البطيخ تمام الظاهرة دي مشكلتها بتتلخص فيه ان اول حاجة مشكلتها ان هي يعني مفيش تنبؤ بحدوثها يعني مفيش تنبؤ بحدوثها او ان هي مشعارة مرضي مثلا زي بكتيريا او فطريات او حشرات ممكن انك تطبق عليها برنامج مكافحة كيميائية او عمليات ري او اي عمليات فنية يعني تحد منها لا مشكلة دية في يوم وليلة كده بتظهر ولكن لها عدة اسباب والاسباب ده هي تجماعة كانت في الاول بيعتقدوا دايما ان التشقق دهوت بيحدث نتيجة ان الرطوبة زيدة ان التسميد عالي وخصوصا النيتروجين مقارنة بين علاصر الاخرى زي الكالسيوم والبوتاسيوم طبعا الكلام ده مش مزبوط لان العلماء الامريكان بالذات اه وانا اعمل لك المصدر تحت ممكن تدخل على الموقع دهوت والبحث التاني من وزارة الزراع الكندية تمام ابتدوا اشتغلوا على الكلام دهوت يا جماعة فلاقوا ان قصة اساسا التسميد قد يكون لها حاجة بسيطة جدا او حتى هما فيها بعض العلماء بين فيها خالص ان الموضوع ده اه مالوش علاقة يعني تمام ان هما في الاول كنا بالقون اصلا ده نقص بور اصل المشكلة بتتلخص في النيتروجين عالي اه فبالتالي او بيحدث زيادة للاشرة او اتساع للاشرة بتاعة الثمرة واللوب ما بيكبرش فبالتالي بيحصل الفراغات ده هي لا القصة دي مش كده خالص قصة دي بعد ابحاث مطولة اه وانا عن نفسي والله مقتنع بيها لان الناس يعني اه مواقع محترمة جدا وجماعات عالمية امريكية بتتكلم في القصة دي منهم حتى الموقع بتاع جامعة فلوريدا تمام بتكلم في الموضوع ده هو ان سبب الاول والاخير هو قصة حبوب اللقاح او عملية التلقيح ما تمتش بصورة منضبطة او بصورة كويسة من المعلوم يا جماعة الخير ان احنا عندنا التلقيح في البطيخ تمام في البطيخ تمام بيبقى عبارة عن تلقيح خلطي خلطي التلقيح ولكنه احادي المسكن بمعنى ان زي ما قلت قبل كده الظهرة المذكرة والزهرة المؤنثة لتنين موجودين على نفس النبات هل ينفع من النبات تاني او ينفع طالما بطيخ ما بيش اي مشكل خلص تمام فالنحلة بتروح بتشرف بتعمل زيارة للزهرة المذكرة بتشيل في بقها وفي رجليها حبوب اللقاح وبتطلع بيهم بسلامة الله كده على ايه على الظهرة المؤنثة وبيحدث عملية التلقيح تمام عملية التلقيح دي ده جماعة بتكون انشط ما يكون انشط ما يكون بتكون من الساعة بتكون من الساعة سبعة ومنهم بقول الساعة ستة للساعة عشرة صباحا تمام ولكن القصة ده هي بيقول لك لازم تحط تقدر العدد الخلايا النخل بالنحل بتلت خلايا لكل فدان والفدان زي ما قلنا قبل كده اربعة تلاف ومتين متر تمام بقول لي حط لي تلت خلايا فيهم بعض العلماء اعترض كمان على القصة دي ده تمام والكلام ده موجود ومترجم اعترضوا على القصة دي ده وقالوا لا الخلايا الخلية النحل الوحدة ممكن تبدأ بألف نحلة لحد ستين ألف نحلة تمام الخلايا الكبيرة فالقصة دي دي مش موضوع بعد ما درسوا عملية حركة الحشرة نفسها تمام فقال لك يعني قال لك لا كل مية ظهرة لهم نحلة شوف الدقة بتاعت الناس لانهم بيحسبوها وامتابعين سلوك النحل وامتابعينه بأجهزة حديثة تمام قال لك ومن باب الشرط كمان ان هو النحل دهوت يكون نشط ما يكونش نحلة عبان تمام وان النحل دهوت يكون نشط قلنا وان يحدث يحدث زيارة يحدث من 16 ل24 زيارة للنحلة للزهرة يعني النحلة تروح للزهرة من 16 ل24 مرة عشان يحدث ان هي تشيل حبوب اللقاح المذكرة عشان بس الناس اللي هي يعني بتتكلم الستات بالذات يعني بتكلموا عن ان الراجل ملوش اي لازمة في حياة الست ودي عن جهية ما حصلتش دنبات وربك سبحانه وتعالى لا يحدث كل شيء انت بتاكله هو نتاج زهرة مؤنثة تمام ولازم حبوب اللقاح تتاخد من الاب تتحط للام وتتاخد من الزهرة المذكرة النحلة بتشيلها بتحطها على الزهرة المؤنثة تمام هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون فبيشترط ان هي من 16 ل24 زيارة بتحدث عشان تاخد حبوب اللقاح حبوب اللقاح ده هي تكون يا جماعة تكون كافية لان هي تحدث عملية التلقيح والاخصى بيحصل بدون اي مشاكل خالص والصمرة تكون عندنا كويسة خالص تمام وقال لك ان اللي بيأثر فيه قصة دهية بيكون عدد زيارات بتاعت النحل بيتأثر بالمطر هيعمل له مشاكل الجو البرده هيبقى بكسل فيه النحل بره تمام علشان الناس اللي بتزرع بدري اللي بيزرع بدري ده هو طيب بيقولك اصلا ما فيش تلقيح هو ما فيش تلقيح ليه والعملية دي على فكرة جات لي كتير وظهرت كتير ليه اصلا اخر في فتح الخلايا وهو زرع بدري او في شهر 12 فطيب الزهر طلع وطفى تمام لان الزهرة بتقعد يوم واحدة فتحة وبتطفي تمام وبعد ما طفت خلاص كل سنة وانت طيب قد تلقيح ما تمش وما فيش اساسا البحث ده جميل جدا وانا والله مبسوط ان انا ترجمته تمام فكمان لو سرعة رياحة عالية ان احنا ما بيوقفش فيها تمام دي بره حاجات تاخد بلك من من ضمن الحاجات اللي تكلموا فيها العلماء بره قالك لو فيه عند البيت الارض بتاعتك اللي انت زرعة وبطيخ لو فيه حشايش حاول تموت الحشايش دي طيب ايه علاقة الحشايش تمام او اي نباتات مظاهرة بالقصة اللي احنا فيها هي القصة في الاول وفي الاخر تلقيح قالك القصة ما لهاش اي علاقة قد يكون لها علاقة بسيطة من بعيد بقصة البورد تمام وقد يكون لها علاقة من بعيد بقصة الراية وانتظام الراية والمغزيات ولكن اللي اكدوا كل العلماء هي قصة التلقيح طيب التلقيح برضو قالك لو عندك حشايش او نباتات مظهرة جنب البطيخ هي النحلة بطبيعة الحال مش حبة اساسا نحل العسل بالذات ذكرينه انه هو مش حابب اساسا لظهرة البطيخ تمام فبالتالي لو فيه ازهار بينصرف لها برسيم حجازة مسلا جنبه بروح له لو فيه مسلا فيه عندك كمية كبيرة من الزهرة اللي سموها بتاعدة لو بزرعه اليمني ده السدر لو فيه السدر مسلا هينصرف له عن البطيخ فالحاجات ده هي ما تكونش موجودة لو حشايش طبعا السدر مش هدقطع الشجر بتاعه ولكن لو فيه حشايش المفروض بتحاول تموت حشايش مظهرة مش اي حشايش لان الحشرات او النحل بينصرف وبرح لها وبيسيب البطيخ دي قصة عملية البتاع يا جماعة التشقق في البطيخ الداخلي وفيه كزا حاجة جميلة جدا بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية انا والله ما بدخلش على المواقع العربية انا بحوه والاجيب من المواقع الاجنبية وعلى قدر الامكان وده اللي انا حطه على المدونة تلاقيه وعلى مش معنا زلك يعني الاجنب يعني مع الدين لا فيه حاجات برضو فيهم مش مش حلوة ولكن لما بنجيب لك بحث من شركة باير مثلا او بنجيب لك بحث مثلا من وزارة الزراعة الكندية او جامعة كاليفورنيا دي حاجات انا بتعب فيها والله ولكن بستنبط منها المعلومة اللي هي ممكن تكون كويسة وتفيدك المختصر المفيد القصدية لازم يكون عندك تلقيه كويس علشان ما يحصل لكش مشاكل في عملية التجويف او القلب الاجوف اللي موجود في البطيخ بشكر حضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته